السلام عليكم و اهلا وسهلا فيكم في قناة ناصر اكس بوك زون من بعد اخر استحواذ عملته شركة سوني في اوائل عشرين ثلاثة و عشرين لما استحوذت على استوديو فاير ووك صار عملاق اليابان الان بملك واحد و عشرين استوديو من استوديوهات الطرف الاول اللي اغلبهم عندهم سجل حافل بالعاب قوية بجودة عالية اللي ان كان يدل على اشي فهو يدل على المستقبل المشرق والجميل اللي رح يشوفوا لعابين جهاز بلاي ستيشن بالعاب حصرية بقوة وجودة عالية طبعا لنهاية عام عشرين ثلاثة و عشرين كل اللي منعرفوا ان سوني عندها لعبة سبايدر مان الجزء الثاني اللي رح تنزل بشهر عشرة اما بعد هيك للأسف الامور ضبابية و مش معروف شو بالزبط الالعاب هاي الاستوديوهات الواحد و عشرين شغالين عليها فاذا انت من لعابين سوني اللي بيسأل حاله شو المستقبل حامل للك من العاب فما تخاف لاني في هذا الفيديو رح سساعدكم و اشير الضباب هاد و احكي عن كامل استوديوهات سوني الطرف الاول و شو الالعاب اللي كل واحد منها شغال عليها بس قبل ما نبلش لو سمحتوا ما تنسوني في زر لايك والاشتراك في القناة فخلينا نبلش باول استوديوهات سوني وهو بينستوديو اللي طبعا يعتبر ان هذا الاستوديو قضى اغلب سنواته وهو شغال على الالعاب حصرية لجهاز البي اس بي وجهاز البي اس فيتا اللي شفنا عودته لالعاب الكونسول قبل سنوات لما اعطانا لعب الديس كون للأسف اللعب الجديد اللي شغال عليها هي مش الجزء الثاني من لعب الديس كون على الرغم من انه في طلب كبير على صراحة تواجد جزء ثاني وحتى فيه توقيع كان لفوق المية وخمسين الف لاعب على عريضة بطالبوا فيها شركة سوني و استوديوهاتها انهم يعملوا جزء ثاني من هاي اللعب بس عم نشوف ان اللعب الجديد اللي شغال عليها استوديو بيند انه هي لعب جديد نيو اي بي مبنية على نفس مبادئ وميكانيك العالم المفتوح الموجود في لعب الديس كون وفيه اشعاعات متعلقة طبعا بناءا على طلبات التوظيف اللي كانت موجودة على موقع الستوديو يبتوح انه هاي اللعبة رح يكون تركيزها هو الملتيبلاير ونكمل في الستوديو الثاني بلو بوينت جيمز اللي من قبل ما تشتريه شركة سوني بعام 2021 كان هذا الستوديو معروف عنه عمل نسخ ريماستر او نسخ جديد لبعض افضل الالعاب مثل لعبة متل غير صليت اتش دي كولكشن ولعبة انتشارت دانيثن دريك كولكشن ولعبة شادو اوف دا جلوسيز واخر اعماله كان عمل ريميك للعبة ديمون سولز للأسف انبعد هاد الاستحواذ ما في اي معلومة متعلقة عن شو اللعبة الجديدة اللي هاد الستوديو شغال عليه فمشان هي خلينا نروح للاستوديو اللي بعده اللي هو استوديو بنجي اللي هو يعتبر واحد من احدث الاستوديوهات اللي استحوذت عليه سوني اللي طبعا شوفنا الاستحواذ صار ب20-22 صاروا بنفس السنة واكتملوا بنفس السنة كل المعلومات المتوافرة عن مشاريع هذا الستوديو انه هو الان مستمر بدعم لعبة ديستيني الجزء الثاني وبيعمل اجداد توسي على الها وهي توسي على فاينال شيب المفروض تنزل بعام 20-24 بالاضافة لهذا الحكي شوفنا حديثا الكشف اللي صار عن لعبة ماراثون اللي هي المشروع الجديد لهذا الستوديو اللي تركيزه هو الملتيبلاير وهي عبارة عن ريميك واعادة رؤية وتصور لوحدة من اقدم العاب الشوتر اللي شوفناها في عام 1994 طبعا لعبة ماراثون وازلت في مراحلها الاولية من التصميم والتطوير ومن الاكيد لسه بدنا سنين لنشوف المزيد عنها ومتكمل للستوديو الرابع وهو استوديو فير سبرايت اللي هذا الستوديو يعتبر استوديو داعم ومساند لستوديو هاتي سوني التانية اللي بيعمل اللمسات النهائية اللي اغلب العاب سوني الحصرية اخر اللعب يشتغل عليها رسميا هذا الستوديو هي لعبة VR اللي كانت للاسف ما فيه اي معلومات قوية عن شو اللعب الجديد اللي هو شغال عليها بس المعروف انه هو شغال كستوديو مساند في تصميم لعبة star citizen اللي شغال بشراكة مع استوديو كلاود امبيريوم جيمز عساس انهم يعملوا هاي اللعبة ومنوصل الى استوديو الخامس وهو استوديو فيرووك اللي زي ما حكيته يعتبر احدث استوديو استولت عليه شركة سوني اللي فعليا علاقته مع سوني بلشت في عام 2021 لما اتفقوا مع بعض على عمل لعبة حصرية لجهاز بلاي ستيشن 5 من عيارة تريبل اي باسم كونكورد وبعام 2023 شفنا سوني غيرت رأيها وقررت انها تستحوذ على هذا الستوديو بشكل كامل طبعا سوني ايضا اعلنت لما استولت على هذا الستوديو انه استوديوهات التانية سواء من بنجي او هيفن ستوديوز رح يساعدوا استوديو فيرووك في عمل هاي اللعبة المفروض تنزل بعام 2024 اللي رح تكون عبارة عن لعبة فيس بيس ان شوتر طبعا رح يكون تركيزها هو عنصر الملتي بلاير ونكمل للستوديو اللي بعده وهو واحد من اضخم استوديوهات سوني الطرف الاول وهو استوديو غوريلا جيمز اللي بعد النجاح الهائل اللي حققته هورايزن زيرو دون وهورايزن فوربيدن وست ما حد رح يتفاجأ اذا شفنا جزء الثالث لهاي اللعبة اللي كان فعلا فيه اشعاعات طنعت بشهر اربعة بتحكي ان الستوديو بلش انه يشتغل على جزء الثالث من هاي اللعبة بالاضافة طبعا لهاي الاشعاعات كان فيه معلومات موثوقة ممكن نعتبرها نوعا ما بتأكد انه الستوديو شغال على لعبة ملتي بلاير مبنية على عالم هورايزن بس طبعا مع التهريبات اللي صارت عن هذا المشروع كان فيش بتأكيد انه لسه المشروع مطول ومش معروف متى ممكن ينزل ومنكمل في الستوديو السابع وهو استوديو هيفن اللي استحوذت عليه سوني في عام 2022 اللي تم حديثا في الشوكيس للسوني اللي صار بشهر خمسة من عشر ثلاثة وعشر كشف انه شغال على لعبة ملتي بلاير تنافسية اسمها فير جيمز بمبدأ مبنية على السرقات وعمليات السطو وبرضه مثل ما حكيت سابق انه هذا الستوديو الان في تعاون مع استوديو فيرووك في عمل لعبة كونكورد اللي هي برضو لعبة ملتي بلاير ومننتقل استوديو رقم تمانية وهو استوديو هاوس مارك اللي تم الاستحواذ عليه مباشرة من بعد النجاح القوي اللي شافته اللي اشتغل عليها وكانت حصرية طبعا لجهاز بلاي ستيشن وهي لعبة رتيرنر طبعا من بعد الاستحواذ الامور كانت هادية من جهة هذا الستوديو واخباره وما فيه اي معلومات قوية عن شو المشروع الجديد اللي هو شغال عليه بس كان فيه اشعار ضعيفة نوعا ما بتحكي انه هو الان شغال على لعبة جديدة رح تكون نيو اي بي وفكرة جديدة اللي اذا كان الحكي صح رح يزعل اكيد اي حدا كان بتمنى انه شوف جزء تاني للعبة رتيرنر بس للاسف ما فيه اي معلومات قوية عن شو هاي اللعبة وشو تفاصيلها ومنوصل للستوديو التاسع اللي هو استوديو انسومنيك جيمز اللي يعتبر مثل البطل بتبيض بيض من ذهب لسوني مع كل الععاب القوية والناجحة اللي بنزلها زواء كان من سبايدر مان او لعبة راتشت ان كلانك طبعا استوديو انسومنيك جيمز بتجهيز نزول اقوى لعبة حصرية لبلاي ستيشن لعام 2023 واي سبايدر مان الجزء الثاني اللي رح تنزل بشهر عشرة بالاضافة انه شغال على لعبة جديدة رح تكون بطولة وولفرين اللي تم الكشف عنها بعام 2021 واللأسف ان هذاك الوقت ما فيه اي معلومات عن هاي اللعبة ومتى ممكن نشوفها بس اكيد بمجرد ما يخلص الاستوديو من لعبة سبايدر مان الجزء الثاني وينتهي منها رح يتحول بكل قوته لعبة وولفرين اللي اغلب الظن بعام 2024 اللي رح نبلش نسمع اكيد اخبار عنها ونشوف في رقم عشرة استوديو لندن اللي يعتبر من الاستوديوهات المسؤولة عن العاب بلاي ستيشن في ار اللي كان اخر اللعبة نزلها واشتغل عليها هي لعبة بلاد ان تروث بعام 2019 المشروع الجديد اللي شغال عليه هذا الاستوديو رح يكون لعبة ملتيبلاير تعاونية في عالم خيالي بنسخة وهمية عن مدينة لندن المعلومات عن هاي اللعبة جدا ضعيفة وخفيفة بس اللي حكتوا رئيسة هذا الاستوديو تارا ساندرس ان اللعبة هي تعتبر الاطخم والاكثر طموحا من الالعاب اللي عمرهم يشتغلوا عليها للحظتنا ونوصل لرقم 11 وستوديو ميديا مولوكيول اللي يعتبر واحد من اكثر الاستوديوهات ابتكارا وطموحا وخصوصا بلعبة المبتكرة دريمز اللي نزلت بعام 2020 اللي تعتبر منصة لصناعة الالعاب اللي شفنا إبداعات الناس واللعابين بصنع وعمل ألعاب عظيمة وقوية من خلالها للأسف شفنا في شهر 4 من 23 قرار إيقاف الدعم عن لعبة دريمز اللي رح يصير بشهر 9 وأكد هذا الاستوديو انهم الآن شغالين على مشروعهم الجديد اللي لأسف ما كان فيه أي معلومات أو مشاركة عن شو طبيعته رح تكون ونشوف استوديو رقم 12 وهو استوديو ناتي دوغ اللي يعتبر واحد من الثلاثة استوديوهات اللي يعتبروا أكبر جواهر موجودين في عرش السنع على مملكة الألعاب الحصرية بالألعاب طبعا اللي هم ألعاب أنتشارتد و The Last of Us في عام 2022 نائب الرئيس للستوديو نيل دراكمان كتب تويت غامط نوعا ما على صفحته الرسمية على تويتر طالب فيها طلبات توظيف لأسماء ألعاب بس مش ذاكرهم بس حط فقط عملية إيموتيكونز يعني اكتشفنا لاحقا وجود الريميق اللي شفناها للعبة The Last of Us Part 1 اللي ننزل بشهر 9 من 2022 في معلومات مؤكدة أنه استوديو شغال على لعبة The Last of Us Part 2 فاكشنز اللي هي طبعا لعبة الملتيبلاير للجزء الثاني من The Last of Us اللي كل فترة وفترة مشوف تأخير في تنزيلها اللي كان آخرهم وأجددهم فعليا بشهر 3 لما طلع هذا الاستوديو بالرسالة الرسمية بيعتذر فيها على تأخير جديد رح نصيب هاي اللعبة وكان في حكي أنه التأخير إجا بسبب الانتقاد اللي تعرضت له هاي اللعبة من استوديو بنجي لأنه سوني طلبت من هذا الاستوديو أنه يعمل تقييم ويشوف وضع اللعبة بما أنه أكثر استوديوهات سوني خبرة لألعاب الملتيبلاير فكان رد بنجي على طبعا التقييم اللي عمله أنه شاف اللعبة غير مناسبة فمشان هيك سوني قررت أنها تأجل تنزيلها وتطلب من استوديو نوتي دوغ أنه يعيد العمل عليها ويحل كل الملاحظات والانتقادات اللي عملها استوديو بنجي وطبعا خلال هاي الرسالة اللي اعتذر فيها على داخل لعبة فاكشنز حكا أنهم أيضا شغالين على لعبة جديدة رح تكون مبنية على طور السينجل بلاير بس بدون الدخول في تفاصيل هاي اللعبة اللي طلع إشاعات خلال الفترة الماضية أنه هاي اللعبة الجديدة رح يكون تركيزها وعالم خيالي فانتسي بس لسه ما في أي شيء أكيد من استوديو نوتي دوغ مشوف استوديو رقم 13 وهو استوديو نيكسس سوفتوير اللي هو يمثل بوابة سوني بنقل ألعابهم من جهاز الكونسول إلى الكمبيوتر اللي الآن صار شغل سوني الشاغل بنقل ألعابهم وعمل بورت لهم على جهاز الكمبيوتر كان آخر ألعابهم راتشت أن كلانك اللي نزلت حديثا وبناء على أقوال المهندس المسؤول في هذا الاستوديو كوين فرانفيردر اللي حكى أن الاستوديو الآن شغال على عمل ريماستر لألعاب كلاسيكية لشركة سوني للأسف ما في أي معلومات عن شو الألعاب هاي اللي هم شغالين على عمل ريماستر لألها بس المنور واضح أنهم أكثر من لعبة واللي الكثير من الناس طبعا بتمنوا أنها تكون واحدة منهم هي لعبة بلاد بون اللي تعتبر لعبة بلايستيشن حصرية بس للجهاز بلايستيشن فور بحيث أنه يتم عمل ريماستر لألها وتنزل بشكل مباشر على جهاز بلايستيشن فايف ومنوصل لرقم 14 في استوديو بليفني ديجيتل اللي كان آخر ألعابه هو لعبة جران توريزمو 7 اللي نزلت بعام 2022 طبعا الستوديو لسه شغال على دعمها وتنزيل محتوى بشكل مستملة إلها بإضافة العديد من السيارات اللي وصل الآن الرقم فوق الأربعمائة سيارة موجودة في هاي اللعبة اللي طبعا هذا يعتبر الأطخم والأكبر في سلسلة ألعاب جران توريزمو وطبعا مع تنزيل دعم الفي آر لهاي اللعبة هذا الستوديو أتوقع أنه مشغول ومش فاضل أنه حك راسه وما في أي حكي عن لعبة جديدة هو شغال عليها نوصل لستوديو رقم 15 واستوديو سان دييغو اللي معروف عنه دائما شغله الشاغل هو لعبة بلايستيجن الحصرية السابقة MLB The Show أو لعبة البيسبول أو كرة القاعدة الأمريكية اللي شفنا أخيرا أنها صارت تنزل على جهاز الأكس بوكس كل المعلومات الموجودة عن هذا الستوديو أنه شغال الآن على نسخة 2024 من لعبة MLB The Show اللي متوقع أنها تنزل بشهر ثلاثة من عشرين أربعة وعشرين ومنوصل لرقم 16 ومنشوف واحد من أطخم استوديوهات سوني وهو استوديو سانتا مونيكا هذا الاستوديو اللي بكمل الفريق الثلاثي من صانعين لعب لستوديوهات سوني الحصرية طبعا على يمينه استوديو انسومنياك وعلى يساره استوديو نوتي دوغ استوديو سانتا مونيكا طلع على الخريطة بقوة مع تنزيل اللعبة God of War في عام 2018 ولي ضرب هذا النجاح لسه بعشرة لما نزل الجزء الثاني اللي شفناه في عشرين اتين وعشرين من ناحية مشاريعه الجديد الأمور هادي نوعا ما من الاستوديو ما في حتى أي تسريبات أو أخبار عشو المشروع الجديد اللي شغال عليه بس كان في طلبات توظيف على موقعه قبل فترة يبتوحي نوعا ما انه شغال على مشروع جديد مجهول الهوية بس من القراءة ما بين النصوص في طلبات التوظيف الواحد بيشوف انه ممكن يكون اللعبة الجديدة اللي شغال عليها هو جزء ثالث للعبة قاد وفور وفي رقم 17 بنشوف استوديو سيفيج جيم اللي استحوذت عليه السوني في منتصف عشرين اتين وعشرين في محاولة من السوني طبعا انها تدخل في عالم ألعاب الخلويات والتليفونات طبعا كل المعلومات المتوافرة عن هذا الاستوديو نشغال على لعبة من عيار اللي تريبل اي راح تكون تركيزة طبعا على الملتبلاير واللايف سيرفز بنمط لعب اكشن بس لسه ما فيه اي معلومات وتفاصيل واضحة عن هذا المشروع نوصل لرقم 18 هو استوديو سكر بنش بروداكشن اللي طبعا هذا صار مثل النجم الصاعد ما بين استوديوهات سوني بلاعبة الأسطورية غوستو سوشيما اللي من بعد ما نزلت هاي اللعبة طلعت اشاعتين نوعا ما واحدة منهم بتحكي انه شغال على عودة لوحدة من العاب سوني كلاسيكية وهي لعبة سلاي كوبر بريميك رجحها مرة تانية لساحة الالعاب وكان فيه اشاعات تانية بتحكي انه شغال على جزء تاني من لعبة غوستو سوشيما للأسف ما فيه اي معلومات متأكدة عن شو الصح انه هل فعلا رح يكون يعود مرة تانية للعبة سلاي كوبر او انه رح يكون يعمل جزء تاني للعبة غوستو سوشيما بس كل المعلومات المتأكدين عنها ناظر استوديو انه هو ما زال مستمر في عمل ودعمه للعبة غوستو سوشيما ليجنز اللي هي تعتبر جزء الملتيبلاير من لعبة غوستو سوشيما ومنشوف استوديو رقم 19 استوديو تيم اسوبي المعروف عنه العاب بلايروم اللي كان اخرهم لعبة استرو بلايروم اللي نزلت مع نزول بلاي ستيشن 5 اللي كانت بتمثل افضل ديمو تعريفه ممكن انك انت تشوف فيه قدرات بلاي ستيشن 5 الاسطورية هذا الاستوديو مع طلبات توظيف بيانت على موقع بتوضح انه شغال على لعبة جديدة رح تكون 3D بنمط الاكشن ادفنشر وخلال مقابلة صارت بعام 2022 طلع مدير الاستوديو نيكلس دوسي وحكى انه مشروعهم الجديد يعتبر الاطخم والاكبر على الاطلاق بالنسبة لهذا الاستوديو بس لسه ما فيه اي معلومات مؤكدة شو هذا المشروع بس انه من المحتمل انه ممكن نشوف جزء تاني للاعبة استرو بلايروم ومنشوف استوديو رقم 20 وهو استوديو فالكري انترتيتمنت اللي هو عادة بلعب برضو دور مساندة لاستوديو هاتسون الاكبر منه بحيث انه شوف لنساعد استوديو سانتا مونيكا في لعبة جزء الاول والجزء الثاني طبعا لاحظتنا الحالية ما فيه اي معلومات قوية عن شو المشروع الجديد اللي هذا الاستوديو شغال عليه بس في اشعاعات الان بتحكي انه هذا الاستوديو بلش على عمل لعبة جديدة رح تكون لعبة استراتيجية ورح تكون هي اول لعبة رسمية له تحت اسمه تحت ريتو ينزلها بشكل مباشر بس لسه ما فيه اي معلومات اكيدة عن هذا الحكي نوصل لستوديو رقم واحد وعشرين واخر استوديو على القائمة وهو استوديو اكس ديف اللي برضو يعتبر استوديو مساند لستوديوهات سوني اللي شفنا اخر اعماله هو التعاون مع استوديو هاوس مارك في لعبة ريتانل اخر التقارير طالع عن هذا الاستوديو بتحكي انه شغال مع استوديوهات طرف ثالث عشان يعملوا العاب حصرية لجهاز البلاي ستيشن واحد منهم هو استوديو شفت اب كوربوريشن رح يشتغل طبعا في لعبة البلاي ستيشن الحصرية ستيلر بلايد اللي مفروض انها تنزل في عشرين ترائة وعشرين بصر رحظتنا الحالية ما في شهر معين رح نشوف نزول هاي اللعبة فيه بالاضافة الى سبع تعاون مع استوديو تيم نينجا في لعبتهم الحصرية لبلاي ستيشن فايف رايز اوف دارونن اللي المفروض انها تنزل في عام عشرين اربعة وعشرين كانوا هدول هم الواحد وعشرين استوديو اللي تحت راية استوديوهات الطرف الأول لشركة سوني بألعابهم ومشاريعهم المستقبلية اللي بتمنى في نهاية هذا الفيديو إذا أنت كنت متستعملين جهاز بلاي ستيشن تشوف نوعا ما شو الخطة المستقبلية اللي مكتوبة لأيلك واللي مرسومة من كل هاي الاستوديوهات المختلفة فبتمنى إن شاء الله في نهاية هذا الفيديو ما تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة في حال عجبكم محتوى شاكرا لكم المشاهدة مشوفكم في فيديو محتوى آخر واتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم